موسيقى نتائج الحصيلة التي كانت مرضية وذلك لتدني النسبة المرحوظة حيث اعتبرت سنة 2014 خطوة نحو القضاء على الجريمة ومسببتها وكذا إعادة نظر في النشاط الدوري وكذا الانتشار للأعوان إذن استعرضنا اليوم حصيلة نشاطات مصالح الشرطة شرطة سطيف طبعا في مجال محاربة الجريمة في مجال الأمن المروري في مجال الشرطة الإدارية وحتى الاتصال والتواصل نقول أنها حصيلة في تراجع فيه نقص أو تراجع في معدل الجريمة فيه تراجع أيضا في عدد حوادث المرور وهذا بفضل انتشارنا المحكم في الميدان بفضل شغل أهم النقاط السوداء التي كانت تعرف وقوع حوادث مرور مؤلمة كان للحصيلة أن تكشف عن أرقام مهمة تنمي عن فعالية البرامج وكذا السيطرة على المحيط الجغرافي بتنوعه حيث سجلت مصالح أمن ولاية السطيف بمختلف فرقها ووحدتها الميدانية طول السنة الفارطة ما يقارب 7129 قضية أسفرت عن توقيف 9432 متورطا أدعى منهم 1492 شخصا الحبس المؤقت وكما سجلت ما لا يقل عن 3368 مدهمة كما كان لجانب المتاجرة الغير الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية تسجيل 542 قضية واسترجاع كميات معتبرة منها وكما تدنت بشكل كبير قضايا السرقة وتعد على المبتلكات بتسجيل 1205 قضية مقارنة بسنة 2013 وانخفاضا في حوادث المرور المسجلة بـ 75 حادثا مقارنة بالسنة التي والتها انخفاض النسب كان حافزا لمصالح الأمن لولاية السطيف وهذا للسعي لتقليصها سنة بعد أخرى شغلنا الشاغل هو دوما تقليص معدل الجانب شغلنا الشاغل أيضا هو تطبيق رؤية القيادة العليا للأمن الوطني على رأسها طبعا السيد لواء المدير العام للأمن الوطني نحاول أننا نعيد دوما طرق الانتشار وكيفيات صد هذه الجانب الحضارية سنة بعد أخرى تسعى مصالح الأمن باختلاف تخصصتها للوصول إلى برامج ومشاريع من شأنها القضاء على الجريمة بكل أنواعها وكذا سعيا منها لتطبيق القانون والحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته